ايوانا باعتم ضد العسكر اتلوا انرس الاحرام علشان هم معافسوا موساعد مش بطاقية طيبوا امرع من دفلية موساعد مش بازدور موساعد مش بازدور موساعد مش بازدور بلدي 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 يسقط يسقط قدم العسكر تسخوفوا يا بوسكادية ايلا علينا بعض العاضية ايلا علينا بعض العاضية تبليسون الدهمانية تبليسون الدهمانية احد الجهود يسمى غسانا سعد الدين قال نصا انا نزلت ارض الملعب باعت المجرنة انتهت مباشرة احنا ومطلوعا من الدمور عشان نحتفل في جوز ان الجمهور شارك وصان حصل و جئنا بعقيد شرطة لابس زي نظامي بيقول لنا روحوا موتوا ولاد الكلب قبل المشروط اجاد شارك الدلتا اجاد قادة وسط جمهور مصر مع الرب نازلنا ما حدش عارفه جميع اسلح ان اصلا دخل مليانين ناس هم اعتقد ان هم دولي جناح لابسين لبس ملكي واعتقد ان هم ام احنا نزلنا يعني ايه ملعب وعايزين ننزل نتفرج ونشوف المهيلة وتصوير عادنا نستور وعادنا هنا شوية وهنا شوية ما كانش حد شاف الاندفاعاتي كتير اللي حصلت دي ما فيش اقلم يعني قابلنا بتقول امن المركزي و احنا ماشيين الجمهور الايل اللي هو روحوا طلعوا و سببوني يعني و هتطلعوا كذا و سببوا لينا اللي احنا روح نضربهم و كده طبعا ما فيش حد رمى الكلام ده في الدنيا في الحصر الانبارح ما فيش امن ولا داخلية ولا حربية الناس دي راحت فين؟ الامن موجود في الملعب ما فيش حد بيهم حد الانوار بتاعت الاستاد الطفت في مينة يعني يدوب جمهير الاهل الماتش خلص ويدوب هم اللي عبت الاهل اللي بتجري على البتاع طف النور هم دول اللي دخل المدرجات و طبعا تم اطفاء له ده الشيء نريب لما دور يتطفر في الملعب و لما البواية تتأخر يعني الحدثة دي مش طبعية طبعا دمور الاهلي احنا عشان حبينا ان احنا ننزل نجري من ورا هنا اللي باب دي اللي تحت دي كلها مقفولة كل اللي باب مقفولة هتجري طبعا شفين اللي يجري اللي مات مات من خلقه مات تحت اللي حقولي بتاع ألف كلهم متجمعين تحت عند بوابة دي؟ اللي هو دم؟ وفيه دم هو يوم جاعدين اول مرة تحصر السلاد المصري يخش حتى الاسلاح ليه؟ ما عرفش سلاح لعمرها ما حصل سلاد المصري لو بيفتش دفت الزهات الو اللاعب يخدوها لقد خلنا الماتش وطانهم معنا التساكل محدش فتشنا محدش فتشنا انا كنا في الميادة حضرنا مع أربعة وخمسين منهم ثلاثين أطفال للأسف بعد الأحداث دموا بشكل عشوائي من المسجد من الشوارع الناس راجعة من الدروس أربعة وخمسين منهم ثلاثين تحت التمنتاشر سنة الأهالي هم اللي جابوا الماء هم اللي جابوا العصير جابوا أكل وفروا كمان بتوسط المصري اللي هم مسئلين كاش في أي حد يبقى طبع البور السعادية اللي فاز على أهالي بحتفل تبقى فرحة وبينزل بحتفل بقى يعني على السرطة مش غالبني عشان أنا ننزل أغربة حابين نقول إن في لعبة مش محترمة وتتعامل يعني كل يعني فيه الكمين اللي ما بين القاهرة وبورسعيد أي حد جاي من القاهرة البورسعيد خد بالك البورسعيد لو دخلت هيتباحوك لأكتر من سبع كمين محتفين ما بين القاهرة يعني اللي داخل بيتراه إنه لو داخل البورسعيد وكذلك إحنا بورسعيد قاعدين مرعبين قالوا إن كل شوية فيه قوتوبيسات جاية من القاهرة داخلها بردك تهجم على بورسعيد وداخل مش تفاجئة ففيه رعب وفيه فزع ما بين الطرفين طبعا هم بيحاولوا طبعا بيرموا لحرب أهلية ما بين الكهدي يعني هم يكاد بيستخدموا التعصب الكرة واللي كان ما بين الفرقين لصالح طبعا يعني غرض ما جواهم طبعا عشان نقول مجلس عسكري نقول سياسة نقول استقرار البلد ممكن تستقر هو مش عايز استقرار ولا هو ولا الراجل الكبير ده اللي اسمه طنطاوة ولا حصن مبارك